إلى بروكسل سلام أعطى مراسل القاهرة الإخبارية سلام أهلا بك ما الذي حدث؟ عملية التوقيف تمت بعد تحقيقات ماذا فعلت السيدة؟ مساء الخير السلطات البلجيكية أقدمت على 16 مداهمة لـ 16 منزل واعتقلت أربعة أشخاص وتمت مصادرة 600 ألف يورو نقدا كانوا موجودين في أحد المنازل بالإضافة إلى أجهزة محمول وأجهزة حاسوب وهذا بعد أن كانت السلطات البلجيكية قد فتحت تحقيقا حول قضية للتأثير في القرارات السياسية والاقتصادية داخل البرلمان الأوروبي ومنذ أشهر تتابع أنشطة هذه المجموعة وقد قامت باعتقال هؤلاء الأشخاص أبرز الأسماء هو النائب الاشتراكي والنائب في البرلمان الأوروبي من سنة 2004 حتى 2019 أنطونيو بنزيري وهو إيطالي معروف بأنه عمل داخل لجنة حقوق الإنسان عمل في لجنة الشؤون الخارجية وهو من الشخصيات البارزة والمؤثرة داخل البرلمان الأوروبي إضافة إلى شخص آخر يعمل في اتحاد النقابات العمالية العالمية ومساعد في البرلمان الأوروبي وشخص يعمل في منظمة غير حكومية هؤلاء الأربعة سيعرضون غدا على قاضي التحقيق لمعرفة إذا ما كان سيجدد اعتقالهم أم لا لكن هذه المداهمات وهذه القضية مثيرة جدا خصوصا وأنها في ملف له علاقة بغسيل أموال بتلقي رشاوة للتأثير على القرارات السياسية والاقتصادية داخل البرلمان الأوروبي وهناك الكثير من التفاصيل التي سنشرت وسائل الإعلام كلها منها مهتمة بهذا الموضوع كخبر رئيسي في أوروبا إذا كانت قد نشرت فما هي؟ الجهات التحقيقية لم تشر إلى الدولة التي تمول هؤلاء وإنما هناك صحيفة لسوار البلجيكية وهي مقربة من جهات التحقيق ولديها مصادر موثوقة تقول بأن هذه الدولة هي قطر قطر التي جندت هؤلاء وتعطيهم الأموال لكي يقوموا بالتأثير على السياسات الاتحاد الأوروبي وأيضا هذا يأتي في إطار اهتمام بالغ بتحصين المؤسسات الأوروبية من نقل المعلومات ومن الجوسسة هذا الموضوع حسس جدا تم طرحه مؤخرا ويقولون بأن هناك ألاف من الدبلوماسيين الذين يعملون في بروكسل وأغلبهم عبارة عن جواسيس محتملين ونحن نعول فقط على الأجهزة الأمنية البلجيكية لمتابعة هذا الأمر وقد يكون هل يا سلامة هل فكرة التجسس هي نقل المعلومات أم التأثير وخروج القرارات المرتبطة بالبرلمان وإن كان كذلك ما هي القرارات التي اشتركت فيها سيدة كايلي تماما الموضوع التجسس ربما يكون أقل حدة ووطأة من التأثير على القرارات السياسية والاقتصادية في داخل الاتحاد الأوروبي لذلك هذه هي المسألة في الولايات المتحدة على سبيل المثال كل مجموعات الضغط وهي شرعية وقانونية يفترض أن تسجل كل النواب وكل السياسيين عليهم أن يصدروا تقارير وأن يقدموا تقارير عن الأشخاص الذين التقوهم وبالتالي يمكن للسلطات أن تقيس مدى تأثير جماعات الضغط على القرار وبالتالي تصبح المسألة under control ويمكن معالجتها إذا تجاوزت الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي المسألة مختلفة هناك نظام للتسجيل والشفافية لقياس الضغط ولكن لا يلزم النواب البرلمانيين ولا يلزم السياسيين بتقديم معلومات تفصيلية عن من التقوا وبمن التقوا ولماذا التقوا ولذلك لأن المسألة الطوعية لا يتقدم النواب ولا يتقدم السياسيون بهذه التقارير وبالتالي تصبح مسألة قياس تأثير جماعات الضغط والدول والأجهزة الأمنية على القرار السياسي والاقتصادي الأوروبي غير قابل للقياس ولذلك تبقى مشكلة أوروبية وهناك دعوات لمحاكاة التجربة الأمريكية للوصول إلى نفس الهدف قياس موضوع الضغط وتأثيره لكن ما هي القرارات التي اتخذت نحن نتحدث عن بنص الجهة التنفيذية التي ألقت القبط تتحدث عن مجموعة جرامية وغسيل أموال وفساد هذه تهم كبيرة جداً تمس شخصية مؤثرة كانت في البرلمان الأوروبي الآن هو غير مؤثر لكنه يقود منظمة غير حكومية تعتنى بمكافحة الإفلات من العقاب هكذا مكافحة الإفلات من العقاب ولكن يبدو أن هناك أدلة على تورطه وبانتظار نتائج التحقيق وعرضه غداً على قاضي التحقيق الذي سيقر إذا ما كان سيمدد اعتقاله أم لا لكنها بالتأكيد سابقة خطيرة كيف يمكن لدول صغيرة كيف يمكن لمال أن يؤثر في القرار السياسي والاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر